نراتي مشاهدين معدنا مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع لندة فضاليا لند شكرا هدير التسعب بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخامنة الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عمليات الاستراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل جاء ذلك خلال اجتماعه مع المجموعة الوزرية الاقتصادية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزرية الاقتصادية وإجراءات التعامل مع تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر كما وجه الرئيس السيسي بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عمليات الانتاج أكد رئيس عبدالفتاح السيسي على وجود أزمة اقتصادية عالمية غير مصبوقة يشهدها العالم بأكمله ولاها تدعيات حد وخلال مداخلة تلفزيونية أكد رئيس السيسي أن الدولة تتخذ إجراءات لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين معضحا أن الدولة خريصة على توفير المواد الخام للمصنعين وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين كما شدد رئيس السيسي على الحاجة إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة مشيرا إلى أن نسب الأسرة المسجلة لحالات انفصال زادت بشكل كبير في آخر عشرين عاما أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب استمارة خاصة بالتقديم والمشاركة في الحوار الوطني حتى تتمكن إدارة الحوار من طلق الطلبات والمقترخات من كافة شرائح المجتمع المصري وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس السيسي للمؤتمر الوطني للشباب خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة الطائرات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة أعلنت أوكرانيا أنها ستعلق تدفق الغاز المار بأراضيها عبر نقطة عبور مؤكدة أنها تنقل ما يقرب من ثلث الوقود المنقول من روسيا إلى إيروبا وأوضحت شركة جاتسو التي تشغل نظام الغاز الأوكراني أنها ستوقف الشحنات عبر طريق سخرة نيفكا اعتبار من اليوم معلنة حالة القوى القاهرة وهي بند يفاعل عندما تتعرض شركة ما لشيء خارج عن إرادتها طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع عاجل علني لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية بعدما أطلقت الأخيرة صواريخ باليستية مؤخرا وتقرر أن يؤقد الاجتماع اليوم وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية يأتي هذا الاجتماع في وقت تخشى الولايات المتحدة من أن تستأنفى كوريا الشمالية تجاربها النووية في الأسابيع المقبلة أعلنت السلطات الإسبانية إنقاذ ثلاثة عشر مهاجرا غير شرعية غرق زوركم في المحيط الأطلسي بين الصحراء الغربية وجزر الكنار الإسبانية في حين لا يزال في عداد المفقودين ثمانية وعشرون مهاجرا آخر كانوا برفقتهم وأكد مصدر في خفر السواحل الإسبانية أن الناجين أكدوا أن واحدا وأربعين شخصا كانوا على متن الزورق المطاطية أعلنت السلطات الكوبية ارتفاع خصيلة ضحايا الانفجار الذي نجم عن تسرب للغاز ودمر فندق ساراتوغا في هافانا إلى ثلاثة وأربعين شخصا وقالت الصحة الكوبية إن الانفجار خلف أيضا أربعة وخمسين جريحا بينهم سبعة عشر لا يزالون في المستشفى وانتشلت فرق البحث والإنقاذ من تحت الأنقاذ جثتين نهاية منجزة التسانع والاستكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل